على تعدد الزوجات أو الزوجة التانية دي من الأضايا الجدالية جداً اللي دايماً بتثار فيه المجتمع المصر في مؤيدين للتعدد بيقولوا إنه حق شرعي للرجل وإنه بيحل مشكلة الأنوص فيه نص تانية طبعاً بتعارضوا شايفين إن ده ظلم للست ومشاكله على الأسرة أكتر كتير من مزايا فقرتنا الجاية أو فقرتنا اللي احنا فيها دلوقتي هنتكلم على أسباب رفض أغلب السيدات في مصر لفكرة تعدد الزوجات وهل التعدد ده في الأصل في الإسلام طبعاً هنعارفين الإسلام بيتيح ده لكن إزاي ممكن نتعامل معه من المنطلق الديني أو حتى من المنطلق الاجتماعي فكرة كمان السينما والدراما وفكرة الزوجة التانية أو أكتر من زوجة طبعاً تم تناولها في عدد من الأفلام والمسلسلات وطبعاً بيكون لها تأثير الكبير على الشعب المصري هنتكلم في كل ده مع ضيوفي الكرام اللي مشرفتنا النهاردة فضيلة الدكتور خالد أمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصري أهلاً بيك مولانا ونورنا ومشرفنا شكراً ورحب جمهورك الكريم أهلاً بحضرتك كمان مشرفانا الدكتورة مونة حمدي استشاري الصحة النفسية والإرشاد النفسي والأسري أهلاً بيك دكتور مونة أهلاً بيك فن ربنا يخليك يا رب كمان مشرفانا النقدة الفنية للأستاذ دعاء حلمي أهلاً بيك أستاذ دعاء صباح الفن على حضرتك مولانا عايزة أبدأ أما حضرتك والمنطلق الديني هو الأساس في تعاملاتنا في كل الأحوال أما بنتكلم حتى في الزواج في طلاق الكلام ده كله وعندي المرجعات الدينية رقم واحد إزاي بيتيح الدين هذا الشكل من التعدد وهل لي شروط ولا لأ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة وآله وصحبه ومن ولاه إحنا بنستخدم حجج دينية لأفكار وعادات ربما كثيراً يكون فيها ظلم وكثيراً ما يكون استعمالها خطر بمعنى بمعنى إن الشرع طبعاً جعله إن الواحد يتزوج واحدة وده الأصل طبعاً إنه يتزوج لأنه الأصل في البنية ده إنه يرتبط بشريك يشاركوا حياته وفي حالات حالات ما ممكن نقول إن ده يصلح لها التعدد إحنا للأسف وده بقول من واقع ما أنا تعرض له خصوصاً في قضاء الإفتاء من الواقع بنلاقي إن لا ده أنت بتستغل أنت أو أيها الرجل أيها الرجل أنت بتستغل نصوص نصوص بتستغل لبعض المعلومات الموضوعة في إطار خطأ وإيه بتحاول تظلم لأن في كثير من الحالات بيصل الظلم إلى مداه وبيصل الظلم إلى حقيقة وده حرام كده لأنت دخلت إنت بيحاول هو بس عايز يعدد مجرد كين في الأولى إذا ما بقول كده حقه بيورد بيباطل آه كتير كتير تستخدم حقك فيما هو غير موضعه كتير تحصل كثيرا آه اللي هو بيسموه ساعة استخدام الحق آه آه هو بتحصل كتير عايز يكيد الزوجة قال أنا يعني بعض لك أنا هاربيها يعني أو بتربيها هتجوز عليها والحقيقة اللي بيقول كده هو نفسه فيك في كثير من الأحياء المحتكتر به وفيه كثير من الحالات كثير من الحالات بيبقى فيها ظلم وجور فيه قضية التعدد وبالتالي فالملاحظة الأولى إهن فيه إساءة وإحنا بنتكلم بقى هل منطلق ديني ولا مش منطلق ديني إحنا وهنا يقول إن فيه كثير يسيء استخدام الأحكام أو النصوص الشرعية مثل قولي تعالى مسنى وسلصة وإيه وإيه رجت يعملها سبحة يسيء بها للزوجة الحال للزوجة حتى ولو معدتش يعني كمان في كثير منهم يستخدمها لمراته اللي هي معاها وكتبها على الآية بتقول مسنى وسلصة ورباع خلي بقى إيه ده ده ومع إن الشرع يسمي للزوجة التانية والضر ده ده يعني ده في الأصل كده هيا بتضر بس هل سأقولك والله دكتور خالد يمكن من في بعض الطيرات الإسلامية المتشددة كان بيستخدم هذا الشيء زي ما احنا بنقول كده بشكل غير طبيعي حضرت إيدك على بعض الطيرات التي تلعبت بالدين في السياسة وفي الاجتماع وفي الأخلاق هنا مصدر للتلاعب بالدين تصدر علشان يقعد تتجوز زي العدات كده وما يعمل أو يتزوج ويجيب أولاد كتير ينضمهم لتنظيمات ما أو أخلي بالك مولانا برضه هو بيبقى معتمد على السمع والطاعة فكرة أن أنت أدماغك أصلا مش موجودة ما بتستخدمهاش والطرف التاني مغلوب على أمر طول الوقت فأنت يعني أنت بعيد طبعا عن إعمال الأعقل بكل حال من الأحوال ترجمة نانسي قنقر